خلينا زي ما قلنا لحضراتكم ووعدناكم أن نكون في أرض الملاب حلينا نروح لمرسلتنا سالة حامد ولقاء مع أخوان كارلوس باستير المدير الفني تفضل يا سلام من جديد طبعا براحة بك الكابتن هيسم وبديوفك الكرام وبكل مشاهديهم تابعي شاشة القناة النادي الأهلي في كل مكان وزي ما انت قلت طبعا بس خليفة بداية طبعا أبارك لحالك وابارك لكل الجماهير المصرية فوز منتخبنا طبعا على غينيا في أول مباريات وفي مشواره في بطول كأسة الأمم الأفريقية لكرة ألياد رجال 20-24 وينجل طبعا زي ما حدثت قلت في معي في هذه اللحظات لقاء طبعا مع المدير الفني الأسباني المنتخبنا الوطني مستر كارلوس باستور مستر كارلوس of course let me welcome you on our TV channel and also let me tell you congratulations for your first match in this tournament in this championship the African Cup of Nations for handball men so congratulations on the first match and tell me yes also tell me your opinion for the performance of all the players in the national team okay I think we start good performance from from Carini from the defense we get 10 goals we start to make rotations because important this championship to make rotations everybody can can play I think we need to take the first game is it's difficult to play also because the beginning of the championship is difficult for any team I think we lost a lot of balls we need to improve in in this topic also the issue of in six meters that second fall especially we miss some some issues but it's the first game it's important to to break the ice and to continue to work from the next game oh my god في شباك منتخب غينيا ولكن هو شايف انه دي اول مباراة ويمكن هو برضو استخدم يعني اسلوب انه يبقى فيه تغيير في اللعيبة كل اللعيبة تشارك في المباراة يعني على قد ما يقدر حشان طبعا الكل يبقى عنده فرصة والتجهيز اكتر واكتر لجميع المباراة القادمة ان شاء الله في بطول الكأس الامم الافريقية لكرة اليد سأمتدعني عن ترجمة نفسكم على ترجمة نفسكم كيف رأيكم ترونيز الاستظارات كيف رأيكم ترونيز هناك ترونيز كل شيء اسم ترونيز هناك أيضا كما ترونيز في الاستثارات العزاء الترجمة كانت مهتمة Griffin I like so much okay congratulations for the organization to make this at the moment for for us so it fantastic and also what's your preparation for the next match our way to check in oh the match the tomorrow we're making the morning sun recovering and afternoon we make training session like always we prepare with the video you're ready for this match thank you so much and good luck for the next match thank you so much thank you. كان طبعا يا كابتن هايستن زي ما حالك شايف يمكن برضو سألته على الرأي وفي الحفل افتتاحة للمباراة اتكلم يعني انه حفل افتتاح كان رائع هو كان مبهور به شايف انه حفل افتتاح رائع وشايف كمان تنظيم البطولة كان بشكل رائع من اول يوم طبعا اللي بتنظم على ارض مصر كمان سألته على استعدادات ان شاء الله للمباراة القادمة يوم الجمعة يمكن قالوا يعني الاستعدادات هتكون بشكل طبيعي بكرة ان شاء الله هيكون فيه استشفاء وريكابري لكل اللعيبة وبعد كده طبعا هيكون فيه تمرين وكمان محاضرات فيديو هيتفرجوا على مباراة اليوم وشوفوا طبعا الاخطاء عشان يقدروا انهم بعد كده يصححوها او ما يقررهاش في المباراة القادمة فالاستعدادات بشكل طبيعي ان شاء الله للمتخبنا الوطني بشكري جدا طبعا يا كابتن هيسم والآل عودة مرخة للستوديو سالح حامد بشكرك شكرا جزيلا